بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس جديد من دروس الكفايات اللغوية للصف الثاني الثانوي كنا قد بدأنا الدرس الماضي الحديث عن مهارات التواصلية حديث عن مهارات التواصلية اليوم نستكمل أيضا بعض نشاطات التعلم ويشاركني في تقديمي هذا الدرس في لغة الإشارة أستاذة نسرين النصار نحن في الوحدة التدريبية الخامسة كفاية التواصل الشفهي بعنوان مهارات الخطابة والإلقاء مهارات الخطابة والإلقاء الأهداف التدريبية يتوقع منك في نهاية هذه الوحدة أن تحدد مفهوم الخطابة والإلقاء كذلك تعد مقدمة جيدة لموضوعك وأيضا تستخدم أساليب عرض تثير الانتباه وتضمن الفهم وأيضا تضفي المتعة والجاذبية على حديثك وتستخدم أساليب بليغة لآداء رسالتك كذلك تتمكن من مهارات الإلقاء الجرأة والطلاقة وسلامة الضبط وسلامة الوقفات والتنغيم وتلوين الصوت وأخيرا تتبع استراتيجيات مناسبة لتفعيل المستمعين ودمجهم بروح الموضوع هذه هي أهم الهداف التدريبية التي توقع منك من مشيئة الله أن تكون قد أتخنتها في نهاية هذه الوحدة نشاطات التعلم وصلنا إلى نشاطات التعلم أولا اختيار موضوع الإلقاء اختيار موضوع إلقاء وهذا مهم جدا عندما لا يكون موضوعك محددا سلفا عندما لا يكون موضوعك محدد سلفا وحين يكون عليك أن تختار موضوعا لخطبتك وإلقائك استعن بالأسئلة هذه الأسئلة تعينك على اختيار الموضوع ألف ما الموضوع الذي أعتقد أن المستمعين بحاجة ماسة إليه الآن ما الموضوع الذي أعتقد أن المستمعين بحاجة ماسة إليه الآن با ما مدى كفاءتي في هذا الموضوع أيضا هذا سؤال مهم ما مدى كفاءتي في هذا الموضوع جيم ما الأفكار الجديدة التي يمكنني تقديمها في هذا الموضوع أيضا ما الأفكار الجديدة التي يمكنني تقديمها في هذا الموضوع ولاحظ هذه الأسئلة الثلاثة أيضا فكر في جوانب الموضوع فكر في جوانب الموضوع وابحث عن عنوان جذاب لموضوعك اعمل على مخطط كالآتي طبق على موضوع من اختيارك ثم ناقش أفكارك مع زملائك إذن هنا في اختيار الموضوع عندما لا يكون موضوعك محدد سلفا وعليك أن تختار موضوع لخطبتك يستحسن أو يعني يجب أن تستعين بهذه الأسئلة ما الموضوع الذي يعتقد أن المستمعين بحاجة ما السئلي أيضا ما مدى كفاءتي في هذا الموضوع ما الأفكار الجديدة التي يمكنني تقديمها في هذا الموضوع جميل هنا المناسبة اختر موضوعا ثم نذكر مناسبة أهميته للمستمعين ثم ستذكر طبعا هذا مخطط لعرض الأفكار قبل الكتابة والمعلومات والأفكار الأساسية أيضا للموضوع ثم أسلوب التأثير الذي ستأتي به القصص والتشبيهات والحجج والتي سأستخدمها في كتابتي أيضا ما لدي من جديد في الموضوع ما الجديد الذي لديك ستأتي به يقتلح موضوعا من الموضوعات يقتلح موضوعا لنقول مثلا إدمان مواقع التواصل الاجتماعي هذا عنوان لموضوع بإمكانك أيضا أن تذكر أنت عنوانا آخر وأن ترتب أيضا مع زملائك إدمان مواقع التواصل الاجتماعي هنا ستذكر المناسبة أهميته للمستمعين ما أهمية هذا الموضوع للمستمعين كذلك ما هي المعلومات والأفكار الأساسية لهذا الموضوع أيضا مسلوب التأثير وما لدي من جديد طيب المناسبة أهميته للمستمعين لاحظوا الموضوع المختار إدمان مواقع التواصل الاجتماعي ومناسبته نقول مثلا وسائل التواصل الاجتماعي والانشغال بها وهنا هذه مهمة جدا الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي وهنا أيضا مناسبة وأهميته للمستمعين ولعله مناسب أيضا الحال التي عليها البعض المعلومات والأفكار الأساسية للموضوع هنا ستذكر بعض المعلومات والأفكار الأساسية للموضوع تميل هنا ستذكر أولا الانتشار الواسع والمتعدد لوسائل التواصل الاجتماعي أيضا وسائل التواصل بين المتعة والمضرة يكون ممتعة أو مؤذرة أيضا الإمكانيات الجبارة لاستفادها من وسائل التواصل الاجتماعي كيف تستفيد منها استفادة كبيرة هنا أسلوب التأثير ستذكر أيضا بعض أسلوب التأثير في عرضك إذن بعد ذكرنا الموضوع ثم المناسبة ثم المعلومات الأساسية لهذا الموضوع هنا ستذكر أسلوب التأثير التي هي القصص والتشبيهات والحجج التي سأستخدمها ما هي القصص والتشبيهات والحجج التي سأستخدمها في عرضي لهذا الموضوع نقول مثلا هنا إهدار الوقت في ملاحقة هذه الوسائل ثم ستذكر أيضا إحصائيات كذلك وأرقام أيضا نتائج السيئة على المستوى الأخلاقي والاجتماعي ستذكر بعض القصص وتحذير الإسلام من ضياع الوقت أيضا تحذير الإسلام من ضياع الوقت وهنا أيضا أدلة تستخدمها طيب ما لدي من جديد ما الجديد الذي ستقدمه أيضا في هذا الموضوع هو إدمان مثلا مواقع التواصل الاجتماعي إن كانت تأتي بجديد إن كانت أنا أذكر مثلا مجرد مثال إن كانت كذلك أن تضيف أن تتنظيم الوقت في التنقل بين هذه الوسائل والاقتصار على أقل عدد ممكن منها تنظيم الوقت وإختصار على أقل عدد ممكن بينها والدمج بينها أغلب الوسائل التواصل جميل هنا إثنان يختار متحدث موضوع خطته بحسب نوع جمهوره بحسب نوع جمهوره فكر في موضوعات مناسبة بحسب المستمعون هنا مستمعين مستمعون هنا زملائك في المدرسة عدد من المعلمين أو عدد من كبار المستثمرين يختلفون ما الموضوع المناسب للزملاء في المدرسة وكذلك ما الموضوع المناسب لعدد من المعلمين وكذلك ما الموضوع المناسب لعدد من كبار المستثمرين ثم ستذكر الأفكار الجديدة التي أريد إيصالها لكل من هؤلاء إذن هنا موضوع القطبة بحسب نوع الجمهور بحسب نوع الجمهور طيب زملاءك في المدرسة ما الموضوع المناسب لهم؟ لنفترض موضوعا نقول مثلا احترام المعلم احترام المعلم هذا يناسب الزملاء في المدرسة جميل كذلك ما الأفكار الجديدة التي أريد إي صالحها؟ أحسنتم هنا تأثير احترام المعلم على تفوق الطلاب تأثير احترام المعلم على تفوق الطلاب وهذه من الفكرة من الأفكار التي تريد إيصارها بمكانك أن تذكر أفكاراً أخرى يتعلق بهذا الموضوع عدد من المعلمين ما الموضوع المناسب لهم؟ طيب أحد زملاء لكم ذكر وقال الإنصات الإنصات إلى الطلاب وهذا يناسب المعلمين الإنصات إلى الطلاب طيب ما الأفكار الجديدة التي أريد إيصالها بهذا بخصوص هذا الموضوع؟ أحسنتم نقول مثلا هنا يزيد من درجة الفهم عند الطلاب عند الإنصات يزيد من درجة الفهم عند الطلاب منتاز إذا كان مستمعون عدد من كبار المستثمرين ما الموضوع المناسب لهم؟ جميل هنا إذا كان مستمعون عدد من كبار المستثمرين نقول مثلا احتمام بالمشروعات الصغيرة هذا الموضوع يناسبهم الاحتمام بالمشروعات الصغيرة لنذكر مثلاً ما الأفكار التي يريد إيصالها بخصوص هذا الموضوع أحسنتم هنا زيادة فرص العمل زيادة فرص العمل جميل إذن لاحظ بحسب هنا النوع الجمهور هنا تختلف الموضوعات إذن هنا اختار متحدث موضوع وخطبته بحسب نوع جمهوره هنا ستذكر موضوعات وذكرنا هنا موضوعات أنثلة لذلك بإمكانك تذكر أيضا موضوعات أخرى تختلف عن ما ذكرنا جميل هنا ثالثاً يختار متحدث موضوع وخطبته بحسب كفاءته العلمية هنا بحسب الكفاءة وهذا متروك لكم هنا تقول أجري بحثاً تتعرف من خلاله على قدرات زملائك وكفاءتهم العلمية هنا بإمكانك أن تتعرف على قدرات زملائك وكفاءتهم العلمية وستذكر اسم الزميل الذي يجيد مثلاً موضوع من الموضوعات ستذكر مثلاً زميل يتحدث في الدين الإسلامي زميل يتحدث مثلاً في اللغة العربية زميل يتحدث مثلاً في اللغة الإنجليزية أو في التقنية لآخرهم الموضوعات التي هذا يجيد في موضوع وذلك يجيد في موضوع آخر ستذكر اسم الزميل والموضوع أيضاً الذي يجيد الحديث فيه ثم ما لديه من أفكار جديدة حوله ستدون هذا الجدول ستذكر اسم الزميل والموضوع الذي يجيد فيه وما لديه من جديد أو أفكار جديدة حول هذا الموضوع وهذا متروك لكم بإمكانك أيضاً تكتب ما تريد هنا رابعا ليس الخطيب البارع هو من يقدم أفكارا جديدة فقط ليس الخطيب البارع هو من يقدم أفكارا جديدة فقط بل هو من يقدم أفكارا جديدة بأسلوب جديد أفكارا جديدة بأسلوب جديد هنا لاحظ كيف قدم هؤلاء أفكارهم وزادوها قوة لاحظوا الفكرة كثرة التكرار مضرة بالحديث الفكرة هنا كثرة التكرار مضرة بالحذير النص هنا الفكرة التي قدموها كان ابن السماك يوما يتكلم وجارية له واقفة حيث تسمع كلامه فلما انصرف إليها قال لها كيف سمعت كلامي قالت ما أحسنه لولا أنك تكثر ترداده قال أردده حتى يفهمه من لم يفهمه قالت إلى أن يفهمه من لم يفهمه قد من له من فهمه قد من له من فهمه وهذه النص الحديث عن كثرة التكرار مضرة للحديث أسلوب العرض هنا قصة واقعية ذكرت من التراث من كتاب البيان والتبيين للجاح كتاب البيان والتبيين للجاح جميل جميل لاحظ هنا أيضا الفكرة ثم القصة التي عرضت ثم سنذكر الأسلوب أصحاب المواقف المتلونة ما أوجه الشبه بين حياكة الملابس وحياكة الكلام؟ يتردد هذا السؤال على ذهني عدة مرات في اليوم الواحد وذلك بسبب ما ألاحظه دائما على بعض الناس من تلون في كلامهم في كل مرة وفي كل موقف حيث يأتي حديث متنوعا ومتذبذبا في المسألة الواحدة عدة مرات حتى يكاد يصل عدد هذا التنوع مثل عدد الألوان التي ألفها الإنسان هذا التنوع والاختلاف جعلاني أشبه ما يفعله بعض الناس بالحياكة أو الخياطة فهناك فئة من الناس تستطيع أن تحيك الكلام فيأتي كلامها بألوان متعددة للموضوع نفسه في كل موقف حتى أصبحت أفعالها متناقضة مع قوالها بل إن كلامها مختلف ومتناقض مع بعضه فكلام اليوم ليس هو كلام الأمس وكذلك لن يكون كلام الغد هذا الموضوع في الفكرة أصحاب المواقف المتلونة نحظل ما بعدها متوسط نصيب الفرد اليومي من المياه في المملكة وهنا جدول ذكر إحصائي قبل ذلك ما هو الأسلوب مستخدم في العرض هنا في أصحاب المواقف المتلونة جميل أحسنتم هنا طرح الأسئلة والإثارة كذلك التشبيه والمقارنة هنا ذكرى التشبيه وذكر ذلك المقارنة وطرح الأسئلة مع الإثارة جميل الموضوع الثاني هنا متوسط نصيب الفرد هو الفكرة اليومي من المياه في المملكة وهذا هو النموذج هو المثال الذي ذكر كيف أعرض أو ما هو أسلوب العرض بالتأكيد أنا كما عرفتم أحسنتم هي إحصائيات ذكر إحصاء بالأرقام الإحصاء هنا بالأرقام أحسنتم هنا خامسا خطط لموضوع إلقائي تطرح فيه إحدى الأفكار الآتية لاحظ الفكرة المذكورة لك التغيير وطريقك إلى النجاح لقيمة للعلم إن لم يتحول إلى عمل إن لم يسامح المجتمع المذنبين التائبين فلن يتوب أحد أيضا إذا كانت لديك الصحة والإرادة فسوف تجد عملا مناسبا أو أي فكرة أخرى تختارها أنت اختار فكرة أو اخذ فكرة من هذه الأفكار دون أفكارك ثم ناقشها مع زملائك ستذكر موضوع ثم ستذكر القصص الخيالية والواقعية ثم ستذكر المعلومات والأفكار الأساسية لهذا الموضوع كذلك المناسبة وأهميته للمستمعين والأسئلة المباشرة أو الغريبة أو المثيرة للتفكير ستأتي بأسئلة سواء مباشرة أو غريبة أو كانت مثيرة للتفكير اختر موضوعا من هذه الموضوعات أو أي فكرة أخرى تناسبك أنت وتريد أن تختار فكرة نحن بدورنا سنختار فكرة ونقول مثلا العلم والعمل أو لا قيمة العلم لما يتحول إلى عمل لما يتحول إلى عمل سنذكر بعضا من القصص الخيالية والواقعية ونقول مثلا في يدخل العالم النار لأنه تعلم ليقال عالم ليقال عالم وهذا في معاني حديث النبي على الصلاة والسلام المعلومات والأفكار الأساسية الموضوع وإيضا مناسبة وهميته المستمعين ثم الأسئلة المباشرة ونذكرنا في العلم والعمل في المعلومات مثلا العلم دون عمل كالنقش على الماء وإيضا زكاة العلمي نشره زكاة العلمي نشره أصل الأنسان يتعلم ثم يعلم وهذا الأصل المناسبة ما أهمية هذا الموضوع للمستمعين أستذكر أيضا مناسبته وهميته للمستمعين ونقول بدورنا هنا حصاءات عن الجانب العلمي للدول المتقدمة في تطورهم العلمي وإيضا عدد التجارب والأبحاث المنشورة لتلك الدول كيف أنهم نشروا علومهم الكثيرة ما هي عدد التجارب والأبحاث الكثيرة التي نشرت لهذه الدول وهذا أيضا لمناسبة مهمة سنذكر بعض الأسئلة المباشرة الغريبة المثيرة للتفكير نقول مثلا هل نحن أمة تقرأ؟ سؤال هل نحن أمة تقرأ؟ كذلك كم نسبة القراء بيننا؟ كم نسبة القراء بيننا؟ أيضا كم المدة التي تقضيها في القراءة؟ كم المدة التي تقضيها في القراءة؟ هذه أسئلة بإمكانك أن تطرح أيضا أسئلة أخرى يتعلق بهذا الموضوع المهم أنه العلم والعمل أو تقول لا قيمة العلم إلا ما يتحول إلى عمل لا قيمة العلم إلا ما يتحول إلى عمل جميل هنا سادسان العنوان وسيلة دعاية للموضوع يجعل العنوان قصيرا هذه مشروط عنوان قصيرا جذابا دالا على الموضوع قصيرا جذابا دالا على الموضوع موحيا بالفوائد التي سيجنيها المستمعون اقترح عنوين للموضوعات هذه الموضوعات ثم قارنها بعناوين زملائك بإمكانك أنت تخترح عنوين وزملائك كذلك تتنحون عنوين كل يقترح ثم أنظر إلى ما كتبه زميلك وكذلك زميلك أنظر إلى ما كتبته أنت وتقارن بينهما الموضوع هنا مشكلة الباعة المتجولين في الشوارع هذا موضوع ضع عنوانا أو عنوين عنوانا أو عنوين كذلك تساب محبة الآخرين ضع عنوانا أو عنوين أيضا الوحدة الوطنية بإمكانك تضع عنوانا أو أكثر من عنوان وأنت وزملائك مشكلة الباعة المتجولين في الشارع هنا عنوان مناسب أذكر مثلاً ولاحظ هنا العنوان قصير جذاب دال على الموضوع نقول مثلاً عربات الخطر أو نقول مثلاً بين قوسين عربات التسمم أو تقول الحد من ظاهرة الباعة المتجولين وهذا عنوان أو أكثر من عنوان بإمكانك تذكر بحسب هذا الموضوع وأذكر أيضاً عنوان آخر من عندك اكتساب محبة الآخرين اكتساب محبة الآخرين هنا ستذكر عنواناً ممكناً جميل هنا ألف صديق لا يكفي هذا عنوان أو تقول مثلاً أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم وهذا شطر بإمكانك أن تذكر عنواناً آخراً في الصداقة أو اكتساب محبة الآخرين الوحدة الوطنية هذا الموضوع اذكر عنواناً يتعلق بهذا الموضوع أو أكثر من عنوان جميل هنا أقول مثلاً النسيج الوطني وأقول أيضاً الوحدة الوطنية وهي الموضوع هو عنوان وأحياناً الموضوع يكون عنواناً له جميل سابعاً علل هنا علل مع أن أذكر السبب المهارة اختيار عنوان جذاب للموضوع لماذا؟ تختار عنوان جذاب للموضوع كذلك لماذا؟ أو علل تقديم أفكار ومعلومات جديدة أيضاً علل اختيار الموضوع بحسب حاجة الجمهور وأيضاً عرض الأفكار باستخدام الكسس والتشبيهات في المقارنات نعود المهارة هي اختيار عنوان جذاب للموضوع علل ما السبب في اختيار عنوان جذاب للموضوع جميل أحسنتم للفت الانتباه للفت الانتباه واستمارة القارئ للموضوع وأهميته هذا في اختيار عنوان جذاب للموضوع طيب في تقديم أفكار ومعلومات جديدة علل في تقديم أفكار ومعلومات جديدة أحسنتم نقول مثلاً لإفادة القارئ لإفادة القارئ وتنمية معلوماته وخبراته لإفادة القارئ وتنمية معلوماته وخبراته جميل هنا في اختيار طيب الموضوع بحسب حاجة الجمهور ما السبب أحسنتم لإقبال الجمهور إليه لإقبال الجمهور إليه ولمسته لهمومهم وكذلك واحتياجاتهم ولمسته لهمومهم واحتياجاتهم أيضاً عرض الأفكار باستخدام القصص والتشبيهات والمقارنات هنا أذكر التعليل أحسنتم هنا لإثارة المتلقي والتأثير فيه وتشويقه وأقناعه وتشويقه وأقناعه أحسنتم هنا بناء المقدمة أو بناء مقدمة الموضوع هل سيقرر الجمهور الاستماع إليك أم سيقررون الانشغال عنك هذا دور المقدمة هذا دور المقدمة لاحظ مكونات المقدمة جيدة ثم حكم في ضوئها على المقدمات في الحقلين اللاحقين وفاضل بينهما لاحظ حق الأول والحق للثاني وهذا ستتركه لك ستحكم أنت والزملائك على أيهم أفضل في المقدمتين الأولى أو الثالية هنا مكونات المقدمة أشعرهم بأهمية الموضوع لاحظ المقدمة الأولى هل تشعرون بالحاجة إلى التغيير؟ من منا لا يشعر بأن التغيير ضرورة من ضرورات الحياة؟ وحدهم الموتى والمجانين هم الذين لا يغيرون عقولهم اثنان ربما كان بعضكم راضياً بما وصل إليه فهو لا يشعر بالحاجة إلى التغيير إنني أتحدث اليوم إلى من يرغب في تغيير ذاته وتطوير قدراته لاحظ المقارنة من المقدمة الأولى ومقدمة الثانية جميل عرف بمناسبة بصورة مباشرة أو ضمنية في المقدمة الأولى خلال سنوات الدراسة اكتسب كل منكم عادات خاصة وأنماط تفكير معينة إنها عادات وأنماط ربما كانت صالحة في حينها ولكنها لن تكون مناسبة وأنتم مقبلون بعد أيام على مغادرة كراسي الدراسة إما إلى الجامعة وإما إلى سوق العمل الموضوع الثاني ومقدمة الثانية إنكم مقبلون على التخرج في مرحلة الثانوية ولذا فإني أعتقد أنكم بحاجة إلى هذا الموضوع بين ثوائد الموضوع في المقدمة الأولى سيزودكم هذا الموضوع بخطط وأفكار عملية تساعدكم على تحليل شخصياتكم وأنماط تفكيركم وصياغة أحدافكم ووضع خططكم المستقبلية بأنفسكم في المقدمة الثانية سوف تكون هذه المحاضرة مفيدة جدا وسوف تلمسون ذلك بأنفسكم في النهاية قارن واذكر أيهما أفضل الأولى أم الثانية كذلك في بناء المصداقية المعرفة والثقة في الأولى إن قيادة التغيير لتشغل اهتمامي دائما لقد قرأت عددا ضخما من الكتب حولها وحضرت عددا من الدورات التدريبية فيها وأقمت عددا من الدورات لأنماط متنوعة من المتدربين وها أنا أقدم لكم خلاصة جهدي وتجاربي بكل محبة وسرور إن نجاحكم باكتساب هذه المهارة هو المكسب الذي أسعى لتحقيقه في المقدمة الثانية قد لا أكون ضليعا في هذا الموضوع ولكن أدعي أنني أحيط بجميع جوانبه ولكنني سوف أعمل على إفادتكم ويمكن لمن أراد أن أزويده ببعض المراجع للعودة إليها ادمجهم مع روح الموضوع هنا أثر تفاعلهم في المقدمة الأولى والآن هل نتفق على أن الموضوع هو قضيتنا جميعا؟ ألا ترون أنه من الأفضل أن نتعاون للوصول إلى الهدف؟ في المقدمة الثانية والآن أريد منكم أن تستمعوا وأن تدونوا أسئلتكم وسوف نحامل إجابة عنها في نهاية الوقت قارن أيهما أفضل أول أم الثانية هنا تاسع لقد سبق أن خططت لموضوع إلقائي في النشاط الخامس كما تذكر وآن عليك أن تخطط لبياء مقدمته دون مقترحاتك كما قرر من مقتلح زملائك تذكر موضوع الذي تحدثنا عنه في هذا النشاط العلم هو العمل العلم هو القران الألم بالعمل هنا سنذكر أهمية الموضوع أحسنتم العلم بحر عظيم يحوي على ما لا يعد ولا يحصى من الأولي والدرب ما المناسبة؟ ستذكر المناسبة لهذا الموضوع تقوم تكريم مثلا متفققين نهاية العام الفوائد لهذا الموضوع هنا سنذكر مثلا العلم حسن الاستماع ثم الحفظ في العمل بناء المصداقية هنا سنأتي به بعض الأدلة قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات إثارة التفاعل هنا سنأتي ونقول كم يرفعوا العلم أشخاصا إلى رتب ويخفضوا الجهل أشرافا بلا عدب جميل هنا أعلق على المقدمة الآتية مبينا أوجه القوة والضعف هنا أذكر مقدمة ما رأيك فيه أوجه القوة وكذلك الضعف النص كلامك هو أعظم قوة تمتلكه فإن أحسنته وهدبته ظفرت بحب الناس وثقته وأفسحت لنفسك طريقا للنجاح يقول علماء الاجتماع أن قوة الكلمة تفوق أعظم قوة توصل لها الإنسان كالكهرباء أو الطاقة النووية ويقول لنا التاريخ أن أبرز الزعماء الذين أثروا في حياة شعوبهم هم من أجادوا فن الحديث وإيجادة الحديث أهمية خاصة في مجال الحياة العملية فإذا كنت شابا تبحث عن وظيفة أو كنت طبيبا تعالج المرضى أو محاميا للدفاع على المظلومين فإن حديثك اللبق يمكن أن يساعدك على كسب الوظيفة ويمكن أن يبث الارتياح في نفوس المرضى ويمكن أن يساعدك على إنصاف المظلومين فإيجادة الحديث ضرورة لتحقيق النجاح في مختلف المهن والظروف ولكن كيف يكون حديثك لبقا مؤثرا في الناس بشكله نساعدك على النجاح وكسب الأصدقاء وإقامة علاقات اجتماعية قوية هذا هو موضوعنا ففيه نتناول بسلوب علمي كيفية إقامة حديث مع الآخرين خطوة بخطوة فهما يجب أن نلتزم به أثناء ذلك وأبرز العيوب التي يقع فيها الناس أثناء المحادثة وأبرز الخصائص التي تزيد من لباقة الحديث وتأثيره إن لإيجادة الحديث إلى الآخرين أهمية كبيرة في حياتنا وأرجو أن يساعد هذا الكتاب على تحقيق هذا الغرض وأيضا على توافر اللباقة والاحترام في معاملاتنا بين بعضنا البعض هنا أيمن أبو الروس من مقدمة كتاب كيف تكون متحدثا لبقا هذا النص علق على المقدمة هل استفاء مكوناتها؟ سنقول مثلا خلط من الإثارة والإندماج في روح الموضوع ما هو جوانب القوة في هذه المقدمة؟ التركيز على الموضوع وتنوع الأساليب جميل والاستشهاد بأقوال المختصين هذا جوانب قوة طيب جوانب الضعف في هذه المقدمة الإطالة والتشعب وعدم الإحاطة بالموضوع كله جميل هذا ما أردنا أن نورده في هذا الدرس وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين